ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط ميدفيدف الأسلحة النووية الروسية تمنع الغربة من شن حرب ضدنا قال الرئيس السابق ديمتري ميدفيدف في مقال نشر الأحد إن الترسانة النووية الروسية والقواعد التي وضعتها موسكو لاستخدامها هما العاملان الوحيدان الذين يمنعن الغرب من بدء الحرب ضد روسيا وكتب ميدفيدف في مقال بصحيفة فرنسية هل الغرب مستعد لشن حربة شاملة ضدنا؟ بما في ذلك حرب نووية من خلال كييف الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن أساسيات سياسة الدولة بشأن الردع النووي هي التي ستوجه روسيا وأنها ستعمل بناء عليها في حال ظهور تهديد حقيقي وقال الرئيس السابق والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن العالم الغربي يوازن بين رغبة قوية في ذلال روسيا وإذائها وتقطيع أوصالها وتدميرها بقدر الإمكان من جهة والرغبة في تفادي حدوث كارثة نووية من جهة أخرى وضف أنه إذا لم تحصل روسيا على الضمنات الأمنية التي تطالب بها فإن العالم سيواصل التأرجح على شفى حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية سنبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك وقال مديفيديف أيضا إن بإمكان روسيا أن تنسى العلاقات الطبيعية مع الغرب لسنوات وربما لعقود مقبلة وستركز بدلا من ذلك على العلاقات مع بقية العالم كما أكد أن موسكو ستواصل حربها في أوكرانيا حتى يتم إسقاط النظام المثير للإشمئزاز شبه الفاشي في كييف ويصبح البلاد منزوعة السلاح تماما اشتركوا في القناة